يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة في البداية تحية لكل جمهور نادي الأهلي اللي بيتابعوني النهاردة قبل 24 ساعة من اللقاء المنتظر وما فيش كلام في مصر اليومين دول ويمكن من بداية الأسبوع الحقيقة كمان إلا عن لقاء القمة المنتظر بكرا ان شاء الله واللي هجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر وزي ما فيش كلام غير عن لقاء القمة الحقيقة كل الاستوديوهات وكل البرامج الرياضية وكل المواقع الرياضية والصحافة الرياضية بتتكلم بشكل كبير جدا وبتحلل وبتقول كلام كتير مباراة بكرا لكن الحقيقة انه لفت نظري انه كتير من خبراء التحليل في مصر خدوا بالكم من كلمة خبراء دي حط تحت كلمة خبير أو محلل رياضي ميت خط أحمر استوديوهات وانتاج برامج بتكلف ملايين وتعاقدات عشان الناس دي تظهر على القنوات تصريحاتهم وده على لسانهم من النوع التالي هحلق شعري لو الزمالك مكسبش النادي الاهلي او ان انا هعتزل الاعلام العمل في المجال الاعلامي لو الزمالك مفاس بكاس مصر او ادي دقني اهي لو الاهلي كسب الكاس بجد دي تصريحات ناس مفترض انها خبراء تحليل ناس بتفهم كورة وطلع عشان تتكلم مع الناس وتعلم ناس يعني ايه تحليل في الكورة بدل ما نتكلم على الخطط والتاكتكس والغيابات المؤثرة ومفاتيح الخطورة ومواطن الضعف واليقى البدنية والسرعات كل ده وقبل ده كله الحقيقة فكرة احترام المنافس واحد من اهم مبادئ الممارسة الرياضية اللي بنشوفها او للأسف بينا بنشوفها في كل حتة في العالم لكن للأسف الشديد جدا اذا كانت النخبة اللي بتقود الرأي العام وبتأثر في الجمهور بتتكلب بالمنطق ده فما تستناش حاجة مختلفة من الصغيرين وممناسبة انه المباراة القمة الحقيقة في الفترة الاخيرة هي مطالة اهتمام الوسائل العالم المختلفة فخليني اقول لكم كمان انه فيه مساحات كبيرة جدا في الفترة الاخيرة اتفردت بس الحديث عن كتير من الموضوعات اللي تخص النادي الاهلي مع لعبين سابقين او لعبين حاليين غيرها من القضايا المختلفة في كافة المناحي الرياضية وكان الاهلي بيدخل فيها سواء في جملة مفيدة او جملة غير مفيدة ولانه الطرح للأسف الشديد في اغلب العموم يعني بيكون غير موضوعي وفي بعض الاوقات بيكون غير حقيقي او غير حيادي فالحقيقة في نية دخل النادي الاهلي للرد على كل الموضوعات التي اثيرت مؤخرا على وسائل الاعلام على مختلف منصتها عشان يتم توضيح وجهة النظر النادي الاهلي والرد بكل ما يتعلق بحقيقة الامور وطرحها على جمهير النادي الاهلي وعلى الرأي العام عموما في مصر في الايام المقبلة نتكلم اكتر على حلقة النهاردة اللي بنخصصها طبعا لمواجهة بكرة المنتظرة وخلينا قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة نروح لاهم الاخبار والعنوين الاهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الزمالك في نهاية كأس مصر غدا والنادي الاهلي ينافس نهضة بركان والوداد على جهزة الافضل في افريقيا فيتوريا سنعمل على ايجاد صلاح جديد في المنتخب ورسميا روما يعلن تعقده مع باولو ديبالا فرصة كبيرة جدا اولها او اول الفرص دي انها فرصة للرد الحقيقة على كل اللي هجمه نجوم النادي الاهلي وعلى كل اللي شككه في قدرات الجيل ده اللي بشوفه الحقيقة انه انجازاته بتحطه في خانة تانية خالص الحقيقة ونتمنى ان شاء الله انه ده يترجم فيه مواجهة الزمالك بكرة في نهاية كأس اللي بعتبرها الحقيقة مواجهة مؤسرة مش بس على مصير البطول بطولة كأس مصر وحط اللامسات النهائية السعدادة للمواجهة الزمالك بكرة في مباراة نهاية كأس مصر نسخة الموسم الأخير حضراتكم عارفين طبعا واللي بيتابعنا وبيتابع شوشة الاهلي هيكلمنا في السادسة امبرح انه امبرح كان بداية معسكر مغلق حسب قرار ورغبة ريكاردو سوارش المدير الفني للنادي الاهلي بيشتغل فيها على تصحيح بعض الأخطاء وحالة التركيز في أعلى مستواتها وان شاء الله ده يترجم في الملعب بكرة وهكلم حضراتكم النهاردة في حضور يعني اتنين من كبار نجوم النادي الاهلي كابتن مهر همام وكابتن محمد حشيش هيكلمونا النهاردة عشان نشوف تحليلهم ورؤيتهم لمواجهة بكرة ان شاء الله نروح لجواز الأفضل الأفضل داخل قارة أفريقيا والحمد لله مصر موجودة رغم تراجع النتائج على كل المستويات لكن الحقيقة النادي الاهلي رافع عرص مصر ومشرف مصر في الجواز الأفضل وطبعا منتخب مصر ونجوم المنتخب المصري خلينا أقول لكم على مستوى الأندية الاهلي بينافس فرقتين من المغرب فريق نهضة بركان المغربي اللي حقق بطولة الكونفيدرالية وفريق الوداد اللي حقق بطولة دوري الأبطال على مستوى اللاعبين الموجودين داخل قارة أفريقيا فيه اتنين من لعابة النادي الاهلي مرشحين لجهزة الأفضل هو كابتن فريق كابتن محمد شناوي والدبابة المالية أليو دينج وبينفسهم في ده أشرف داري لعب الوداد المغربي على مستوى أفضل لعب من اللاعبين المحترفين موجود طبعا نجمنا المصري على رأس القائمة محمد صلاح بينافس اتنين من السنغال زميله السابق طبعا في ليفر بول والنجم باير ميونيخ الحالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس مارما السنغال وشيلسي وعلى مستوى المنتخبات فمنتخب مصر أيضا حاضر في المنافسة على لقب الأفضل على مستوى القارة وبينافس منتخب مصر منتخب السنغال ومنتخب الكاميرون وطبعا كل القوائم تم اعدادها وهيتم الإعلان عن الفائزين بجيزة الأفضل على مستوى قارة إفريقيا في الحفل اللي هتصديفه المغرب واللي يمكن هيتم فيه إعلان عن جيزة الأفضل على كل المستويات الحفلة بكرة ان شاء الله هتبقى في نفسي يمكن المعادة أو توقيت أو تاريخ مباراة القمة خليني أروح بع حضراتكم لتصريحات روي فيتوريا وأنا قلت لحضراتكم وإحنا متابعين تصريحات الرجل أول بأول وقريته كده للمشهد الحقيقة الرجل يمكن هيحسب على جزء من الفاتورة هو ملوش أي علاقة بيها وهيستلم المنتخب أو مسؤولية المنتخب الوطني في فترة منظومة الكرة المصرية كلها بتعين وبالتأكيد هو يتحمل جزء من دفع الفاتورة لأن الحقيقة الموسم مازال ممتد عندهم واجهتين هيكونوا في بداية شهر تسعة ما عندوش فرصة قوي أنه هو بكلم من ناحية الوقت طبعا أنه هو يشتغل لكن الملواضح أنه فيه اتفاق أن روي فيتوريا هو رجل المرحلة وأنه فيه رغبة من اتحاد المصري لكلت القدم أو لمجلس الإدارة أنه هم يراهنوا على الراجل فاللي جاي كان ليه بعض التصريحات كده حابب أقف عليها شوية مع حضراتكم ونتكلم عليها بالتفصيل بتسمحوا لنا نشوف أو نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي أقيم النهاردة وتقدم فيه روي فيتوريا والكلام عن المرحلة اللي جاية إن شاء الله مع المنتخب مصر نشوف التقرير وأرجع لحضراتكم أعود صفية وإند Reality وإندماً وإندماً لماذا؟ لشكر شكراً للمعنم للعادة ولماذا؟ وإندماً وإندماً أشكر كل الحياة التي تتفع هنا والتصوير وإندماً إن شاء الله بنا معنى معنى وإندماً 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 وطبعا نحن ممكن نمسك ونطلع بمصر لأحسن حاجة في العالم انا اتكلم بالراحة جوية علشان نقدر نفهم بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا وان انا فخور ان انا موجود هنا بشكر طبعا ان انتو قلتوا ان انا لازم اجي وانا مبسود جدا ومبسود جدا من كابتن حازم ومبسود ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم بالطريقة اللي ادر يوصلي الطريقة والرسالة وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نقدر مصر اشكركوا جدا على كده او اشكركوا جدا او اشكركوا جدا او اشكركوا جدا كورة القدم بيتنفسوا كورة القدم ملايين ملايين من الناس اللي هيقدروا يدعمونا ماس طبعا زي كل البرومج اللي احنا بندخل فيها فاسوه سمبر كون انارم پاشان دايما بنشتغل بكل ما احسن معادي بكل البرومج بكل الشفافية لانه هي ده الامج بتاعتنا او صورة الكبيرة بتاعتنا و هي دهت المركة المسجلة بتاعتنا احنا زيبن مش فقط ان احنا ندرب احنا نظر عام عامشن عام bree طريدات حرر ان احنا نازم نوصن لحاجة قويسة دهœتو� ديفيس مد twaina تحديد صعبا مزبوت بس كلهم يقدر نساخهلهم و الان اوراء لك مغيز اولو في اخر المتي احنا قلمة احنا طبي انا جزا افرد او ј determinar تولم ان احي كوم اون اعجب مان اح особ بالانا ومن قبل كدا من اليوم مصري منكو وحاكو محتاج ان كل مصريين يكونوا ورائه انا عندي امل ان انا دايما لازم اوصل لنقطة في حياتي ما فيش حد بيقدر يشتغل وحده وطبعا كشخص من بره البلد يوصل هنا سيكون واحد منكو وكل اللينا بأمل ان انا كلنا نكون ايد واحدة علشان نوصل للنقطة اللي احنا دايما محتاجم اور Lazم برنا نكون محتاجين وي شهتائر عشرين نحن بمسال بلد به طريق قويسة بقلد و אם którą أعزونا ن terrible شهر من السيد لد再見 وأن الليل اطب اللينا بيقدر وإحترا لأنت تعاني نشتغل علشان نعمل حاجة كويسة ان شاء الله يعني نتمنى نتمنى كل النجاح لروي فيتوريا او روي فيتوريا زي ما بيقولوها بالبرتغالي المشيه روي اسهل علينا وعلى كل احوال الراجل الحقيقة عنده مقدمات مباشرة يعني بداية تجربته مع بانفكا البرتغالي وبانفكا واحد من مع سبورت انجليش بونا مع بورتو البرتغالي واحد من اكبر ثلاثة انداية في بورتغال وقدم الحقيقة يمكن واحدة من مميزات الراجل ده انه عينه حلوة يعني يقدم قدم اسماء كتير منهم يمكن دلوقتي يعني النجوم الفتا للنظر قوي على مستوى اوروبا مش مش على مستوى بورتغال جواو فليكس نجم اتاتكو مادريد واحد من 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 اجمل المواهب اللعيبة التي تحب تتفرج عليها في كورة القدم روبين دياش واحد من افضل المدافعين على مستوى العالم هو اللي قدمهم وراهن عليهم في مشوارهم في البداية مع بانفكا النهاردة بنتكلم على اثنين من اهم من جوم الكرة العالمية وده يمكن كان واحد من تصريحاته اللي راهن عليها الناس صبعا ركزت قوي على صلاح وسألوه ان هل توصلت معه هو طبعا حصل تواصل مع صلاح لكن انا رده عجبني رده قال انا مش حابب قوي اتكلم على افراد اه حصل تواصل مع صلاح لكن انا حابب اكتر نتكلم على بلغة الجامعة يعني اتكلم كمان على انه من واحدة من اهدافه انه يبقى في المنتخب المصري اكتر من محمد صلاح سألوه كمان على الكرة اللي بيحب يلعبها وكرة اللي بيحب يقدمها قال بشكل كبير انه بيحب يعتمد على الكرة الممتعة التاكتك المبني على الاستحواز واعتقد ده هيناسب او هيتفع عليه معظم المصريين ودي ميزة افتقدها منتخبنا المصري مع كتير من المديرين الفنيين في السابق في كل احوال يعني نتمنى للتوفيق رغم انه بتبقى تولى المسؤولية في ظروف صعبة تعليق اخير بس انه راجل جاي بجهازه كامل مدرب مساعد ومدرب احمال ومدرب حراس مرمى والكلام على فكرة طبعا حسب تصريحات المسؤولين في اتحاد الكرة انه مش هيبقى فيه مدير منتخب ممكن يبقى فيه مدير اداري لكن مدير منتخب المنصب ده هيتم الغاوه لكن انا فيه ظني وفيه تقديري وجود مدرب مساعد مصري فيه منتهى الاهمية مرشح لها حتى اللحظة محمد شوقي كابتن محمد شوقي اللي اشتغل مع كيروش ومع كابتن ايهاب جلال في الفترة الصغيرة تولى فيها المسؤولية لكن اعتقد مش بس من باب تولي الخبرة لكن من باب كمان سهولة التواصل وسهولة فهم العقلية بتاعة اللعيب المصري وفيه كتير من المواقف مهم جدا يبقى فيه حد مصري جوه الجهاز هيقدر ويسهل بشكل كبير جدا عملية التواصل والحلول نروح لروما روما اعلن رسميا خلاص الحقيقة يمكن علامة استفهام كبيرة ازاي وخصوصا بعد رحيل كريستيانو رونالدو كلام كان على باولو ديبالا طبعا نجم الارجنتين ونجم اليوفي واللي يمكن كان اكتر تصريحات او التقارير الصحفية بتقول ان الرجل هيغادر تورينو ويتجه الى الميلان وتحديدا للانتر اللي كان فيه اهتمام كبير جدا من المسؤولين بانه يحسموا الصفقة دي لكن في النهاية زي ما حضرتكم شايفين كده باولو ديبالا الموسم القادم مع اي اس روما تحت قيادة مورينيو خلينا نروح لفاصل نتكلم عن الميلان لما كان بوعبا اوروبا ومعنا النهاردة واحد من نجوم الميلان واليوفي الحقيقة باولو فريدس نجم الكرة الايطالية ونجم منتخب ايطاليا هو ضفنا فيه السادسة كلام على المركات الحقيقة المفاجئة اللي بيحصل في اللحظات الاخيرة في الكالتشو الايطالي والكلام ايضا عن السوبرليج الاوروبي اللي عادة من جديد ويبدو انه الارقام المعروضة دي واللي اعتقد انها هتكون فعالة جدا في مواجهة الاندية الاوروبية الازمات اللي اتعرضت لها اقتصاديا على المستوى لسنوات الاخيرة احنا بنتكلم على مقدمات يعني مجرد المشاركة بصرف النظر عن التتويج وعن المركز اللي هيحصل عليه الاندية في البطولة بنتكلم على ثلاث اندية زي الباين وزي برشلونة وزي الريال 270 مليون يورو ومعظم الاندية بتتكلم في ميتنات 210-214-220 مليون يورو شلسي اليوفي منشستر سيتي منشستر يونيتد باريس سان جرما اقل نادي هو اتلاتكم مدريد بنتكلم في 135 يورو واعتقد ان المبالغ والارقام دي هتثير شهية الاندية الاوروبية خلينا نستقبل باولو فريدس على شاشة الاهلي في السادسة طبعا بداية اهلا بيك وشكرا على مشاركتك معنا شكرا لكم شكرا على توجيه الدعوة لباولو فريدس أنا سعيد لتوجوده على شاشة قناة النادي الاهلي الحقيقة من ويحنا بنحضر للقاء ومن اول ما ظهرت على شاشة الستوديو وانا يعني لفت نظري ولفت نظري لكل الزمالة الموجودين في الستوديو التيشرت اللي انت لبسها انا قدرت اتعرف على بعض اللاعبين او الشخصيات اللي على التيشرت منهم اعتقد التاني من الشمال من فوق روت خاليت شفت مشوية ميشيل بلاتني شفت يوهان كرايف تكلمني بس الاول عن قصة التيشرت قبل اي شيء انت ذكرت اسماء عظيمة وزيل السئل العظيمة الذي تتواجد على هذا التيشرت ليس هناك افضل من هؤلاء هم من صنعوا قرة القدم وسيظل عظماء هذا التيشرت قام بهدائي هؤلاء اللاعبون كانت الفكرة لكل هؤلاء العظماء وفي بوسكس لكن دعنا اقول لك ان هذا التيشرت ينقصه فقط محمد صلاح لانه اسطورة واستعكد يتواجد من هؤلاء هل تعتقد انه محمد صلاح قادر على انه هو يحصل لقب الافضل على مستوى العالم السندي بالنسبة لي هؤلاء اللاعبون هم الافضل واعتقد ان ايضا صلاح يستحق ان يكون بين هؤلاء لان صلاح ترك بسمة عظيمة وبسمة حب كبيرة هنا في ايطاليا وما زال يتركها وسيترك العظيم من الاسر بمناسبة العظماء في كرة القدم البرازيل قدمت للعالم كله الارجنتين قدمت مارادونا المانيا قدمت فرانس بيكينباور وغيرهم من النجوم من وجهة نظرك الاعظم في الكرة الايطالية باولو روسي روبرتو باجيو فرانشيسكو توتي مين من وجهة نظر باولو فريديس الاعظم على مستوى الكرة الايطالية انت ذكرت فرانشيسكو توتي وقلت ريبرتو باجيو ود البيرو وجاني ريفيرا وجاني ريفا وستورة من السطير كالياري جاني ريفا لدي رقم قياسة عظيم هم كسيرون وكسيرون لا ريد ان اقول اسم او اسمين لكن بالنسبة لي اذا كنت تريد ان تعرف الافضل والافضل هم من يوجدون الان على هذا التشيرت خلينا انتقل معك لملف الميركاتو والحقيقة البداية مع اليوفي اللي الحقيقة يمكن كانوا صفقتين مفاجأتين لعشاق اليوفي على مستوى العالم كله رحيل باولو ديبالا واحد من اهم من جوم الفريق اللي لم يكن الاهم ورحيل ديليخت طبعا اللي انتقل من اليوفينتوس لباير ميونيخ طبعا ديبالا اللي صالح انتقل لأيس روما نتكلم على صفقتين دول بداية هل توقعت رحيل نجم بحجم وقيمة باولو ديبالا لصالح روما بالنسبة لي رحيل ديبالا كان متوقع من جميع وكولات الاعلام في ايطاليا لان اليوم الذي فشل فيه المدير الرياضي لليوفي بالحصول على التوقيع باولو ديبالا كانت هذه هي الوقت والتوقيت الذي حدث فيه عدم تجديد باولو ديبالا لا هذا توقع ديبالا نعم كنتم متوقع ديبالا لكن ديبالا ذهب الى روما من اجل مورينيو وهذا يحسب للمدرب البرتغالي اعتقد سوف ينجح مع روما بالنسبة لليوفي اعتقد ان اليوفي قام بعمل مركاته عظيم هل تتوقع او ترى انه تعويض الصفقتين دول او رحيل النجمين دول بعودة بول بوكبا مرة تانية لليوفي وانتداب خدمات الدولة الارجنتينية الديمارية هل ممكن يعوضوا ويساعدوا اليوفي في الموسم القادم على المنافسة على القاب سواء محليا او قريا بالنسبة لي اعتقد ان اليوفي قام بقلب عديد من اللاعبين العظماء واعتقد ان اليوفي قام بالتعاقد مع بوكبا وتعاقد مع انخي الديمارية لان ديمارية لدي الخبرة وهذا ما قام به المدير الرياضي لليوفي قام بقلب اللاعبين لديهم خبرة كبيرة في الدوري الايطالي وفي الدوريات الاوروبية اتحدث عن بوكبا لانه كان يلعب في اليوفي وتحدث ايضا عن انخي الديمارية لوكاكو عاد مرة اخرى الى الانتر والروما بعد تحقيق لقب الكونفرنس ليج انتدى بالحقيقة واحد من اهم من نجوم الدوري الايطالي هو باولو ديبالا اليوفي حاضر في كل مناسبة والميلان هو البطل المتوج كيف ترى المنافسة في الكلشيو في الموسم القادم ومن هو الاقرب الى اللقب من وجه نظرك بالنسبة لي رائع رائع الدوري الايطالي النسخة القادمة ستكون رائعة وستكون عظيمة كما ذكرت عودة لوكاكو ستكون هناك حزوز عظيمة للوكاكو مع الانتر لانا لوكاكو لم ينجح في تشيلسي ويرود ان ينجح مع الانتر الانتر كان قريبا من الفوز بلاكب لسكوديتو واعتقد ان الانتر سيقاتل وسيكون المرشح الاول بالفوز لسكوديتو لان الانتر والمدير الرياضي ماروتا يقومون بعمل عظيم اما بالنسبة للميلان الميلان قام بعمل مركاتو ليس سيء لكن الميلان لديه قاعدة كبيرة قام ببناء استفانو بيولي منذ السنوات عديدة ماضية واعتقد ان شخصية الميلان لا يريد دفع العديد من الاموال ولكن قام بعمل حركات عظيمة في المركاتو هذا بفضل ماتسارا وابباولو مالديني الاندال ايطالية الكبيرة الاندال ايطالية اللي يمكن احنا ذكرناهم دلوقتي سواء الميلان او الانتر او اليوفي او روما وخصوصا روما تحت قاعدة مورينيو بعد نجاحه في تحقيق بطولة الكونفرنس ليج هل بتشوف انه مع قوة الحقيقة انا بشوف ان الدوري ايطالي استعاد جزء كبير جدا من قوته ومن بريقه في السنوات الاخيرة هل بتشوف انه الانتدابات دي هل بتشوف انه مستوى الكرة في الدوري الايطالي يساعد اي من الفرق الاربع دول على المنافسة على الالقابة الاوروبية وتحديدا لقب الشامبينز ليج للأسف سنوات عديدة لم يحدث ان يفوز الفريق ايطالي بدورة بتال اوروبا البطولة المفدلة لان الانجليز في الايام والاعوام الماضية كانوا افضل منا والانديال اسبانية انا اشعر بالخزل عندما اتحدث عن هذا لكن لدينا مشاكل عديدة داخل اروكة الاتحاد الايطالي يجب ان تنهد ايطاليا ويجب ان ينهد الفرق الايطالية لكي نعود اقوى وكي تعود الفرق الايطالية لكن انت ذكرت مورينيو بفوز بالكونفرانس ليج قد ينافس على لقب ايوروبا ليج لان روما لن تشارك في الشامبينز ليج لكن بالنسبة للفرق الاخرى الكبرى اتمنى في اوروبا ان يفوزوا بالشامبينز ليج فريق ايطالي تقارير كتير تكلمت عن عدم رغبة كريستانو رونالدو في الاستمرار في مسيرته مع المان يونيتد وربطت اسم رونالدو بعدد كبير جدا من اندية اوروبا سواء بالاجابة او بالسلبي يعني منها باير ميونيخ منها بي اجي وغيرها من الاندية منها حتى فريق اتلتكو مدريد اللي ظهر على اسمه بيتردد يعني على الساحة مؤخرا من وجهة نظرك ليه ما حولتش اي اي من الاندال ايطالية الكبيرة اللي عندها رغبة في انها تعود لمنصات التتويجة على مستوى اوروبا في انتداب الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو اعتقد لا اعرف حقيقة لكن السبب الاكبر كان يكون السمن البائز والكبير لكريستانو اعتقد هذا لان كريستانو بالرغم من منور العديد من السنوات والمقدة اللي صنعه كريستانو لكن ما زال لدي العديد اللي يقدمه لكن بالنسبة لي في ايطاليا لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة ان تقوم بالقلب بلاعب مثل كريستانو رونالدو تريد العديد من الاموال وهو السبب الكبير الذي يجعله يرحل من البيان كونيرو اذا عودة كريستانو لإيطاليا ستكون صعبة رأيك في تجديد الميلان لإبراهموفيتش تقييمك لدور زلاطان إبراهموفيتش في تتويج الميلان ببطولة أو بالنسخة الأخيرة من الدولي الإيطالي ورأيك في تجديد دورة الميلان للموسم جديد بالنسبة لي اعتقد ان تجديد التعاقد مع زلاطان إبراهموفيتش خطوة جيدة وعظيمة من إدارة الرسونيري لان إبراهموفيتش لدي العديد ليقدمه رغم تقدم عمره مع فريق الميلان لان لدي منتاليتي عقلية كبيرة وعظيمة عقلية لاعب كبير ويساعد أيضا زملائه تجديد التعاقد مع إبراهموفيتش لايسا فقط داخل الملعب ولكن أيضا خارج الملعب إبراهموفيتش ستكون صحباته كبيرة مع الميلان أيضا العام القادم السؤال الأخير مرتبط بكسر عالم للأسف الشديد هنفتقد توجد المنتخب الإيطالي فيه مين من وجهة نظرك المنتخبات الأبرز أو الأكتر حظوظ للتتويج بلقب كسر عالم 2022 يقول عدم نعب إيطاليا كأس عالم أخر هو خبر صدمة لنا كل إيطاليون وكل إعلام الإيطالي وكل الميديا لكن السبب الكبير هو جورجينيو أتمنى أن يكون سعيدا الآن جورجينيو جورجينيو قام بمفاجأة الجميع نحن كنا أبطال اليورو وكنا نستحق أن نلعب كأس العالم لكن كرة القدم لديها أشياء ليست جميلة واحدة منها عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم واضح أنه جورجينيو هيفضل يدفع تمن إهضاره لرقلات الترجيح مع منتخب إيطاليا بشكل كبير خلينا أسألك عن السوبر ليج والكلام اللي يمكن عادة أو يعني العودة مرة أخرى الحديث عن فكرة السوبر ليج في أوروبا والكلام على المكافآت أو عن المقدمات اللي ممكن تستفيد مقدمات المالية يعني والحوافز اللي ممكن أنها تفيد الأندية اللي تضررت بشكل كبير جدا بسبب أزمات اقتصادية عانى منها العالم كله أبرزة طبعا فترة الكورونا الكلام على أنه مثلا فريق زي ريال مادريد 270 مليون يورو للمشاركة باير ميوريخ 270 مليون يورو باشلونة 270 أتلاتكم 135 شلسي 227 اليوفي 224 مليون يورو اليونايتد 221 باريس 217 مانشستر سيتي 214 أرقام فلكية هل من وجهة نظرك الأرقام دي ممكن تساعد على إحياء الفكرة مرة تانية وعلى قبول الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة أين كانت العواقب أنا أعتقد وأتمنى ولدي فضول كبير لكي أرى هذه الأرقام الفلكية تدخل خزائن الأندية الإيطالية لكن أعتقد وأتمنى أن يتم تحقيق هذه الأموال وأن تقوم وطلع بهذه البطولة بطولة سوبرليك لأنها ستدخل وستدخل العديد من الأموال داخل الأندية الإيطالية لأنديها كبيرة مثل ريال مادريد وباير ني ميونيك ليسوا بحاجة للمال لكن نحن الإيطاليون بحاجة أن تدخل هذه الأموال خزائن الأندية الإيطالية باولو فريدس نجم اليوفي والميلان ومنتخب إيطاليا كل الشكر لك على ظهورك معنا على شاشة الأهلي ومشاركتك معنا في السادسة ده كان باولو فريدس واحد من أساطير الميلان واليوفي في الفترة اللي كانت الكرة الإيطالية الحقيقة وكل أنديتها موجودة بشكل كبير جدا على مستوى المنتخبات والأندية على منصات التتويج السادسة مستمر معيكم بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نقابلكم مع ضيوفنا بعد الفاصل في السادسة جاهزين ومركزين والحمد لله جزء كبير جدا من سكواد الأهلي اللي هيكون موجود في مباراة بكرة هدف وسجل قبل كده في الزمالك نتمنى إن شاء الله يكون يومنا وخلينا نتكلم أكتر عن المباراة مع اثنين من النجوم وكبات النادي الأهلي الكبار كابتن مار همام وكابتن محمد حشيش يشرفونا النهاردة في السادسة مساء الخير وأهلا وسهلا بحباتكم نور الدنيا دائما كابتن حشيش كل كويس سريعا كده كنا بندرد الشويع المنتخب أخذ رأيكو على الهوى مرة تانية رأيكو روي فيتوريا وإيه الأخطاء اللي لا تتمنوا تكرارها مع كل المديرين الفنيين السابقين سواء كانوا أجانب أو مصريين كابتن مار بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ألف مروق منتخب مصر قيادة اسم كبير وشخصية قوية نتمنى نتمنى نستفيد من الأخطاء الإدارية والفنية اللي كانت يعني حصل منها أخفاض بشكل بير جدا ونتمنى بقى من الرجل ده يكون فعلا جاي معه مشروع مشروع يعني المشروع ده تكون هو مفترض هو يحط المشروع ده هو الاتحاد قالك أنا جاي بالرجل لأربع سنين ومش أحاسبه بالقطعة مفترض الرجل هو يحط البلان بتاعة الأربع سنين يقول أنا عايز واحد وانتحاد الكرة يبقى عنده برنامج عمل ويلزم به روي فيتوريا وكل الأجهزة بقى هتشغل مع كل المنتخبات يعني بمكملين لبعد لكن في الأول الأخير ببقران الأول الأخير ليه هو في الجنب الفاني تمام كابتن حشيش هو في البداية أحمد يعني هو أولا أسس الاختيار أنا مختاره على أساس إيه على أساس المرحلة القريبة ولا المرحلة البعيدة ولا الاتنين مع بعض حغير جلد المنتخب وكون منتخب جديد ينفع بعد أربع سنين أو يوصلنا الكاس عالم بعد أربع سنين مش وصلنا وبس ده وصلنا ونعمل نتائج ونعمل كورة يبقى فيه شكل هل الكلام ده هو أساس الاختيار بتاعه إذا كان كده يبقى أوكي تمام الأهم من ده أن عشان المشروع ينجح أنت قلت له أنا عايز إيه المفروض هو اللي هيقدم لك بقى الخطوات تنفيذ الكلام ده هيبدأ بالقاعدة بتاعت الناشئين بتاعت المنتخبات الصغيرة عشان وصولا للتكوين المنتخب الجديد والمشروع لازم يتقلل ناس بوضوح ولازم يبقى فيه مساندة من البلد ولازم يبقى فيه مساندة من الجمهور كمان الكلام اللي أنا سمعته سمعته في المؤتمر وسمعته قبل كده من حازم إمام أننا ما بيبصش مثلا للأمم الأفريقية اللي جاي نبص الكاس عالم لازم الجمهور يفهم لأن الجمهور اللي هساند الجمهور اللي يتمثل في وجوده في المدرجات ووجوده على السوشيال ميديا اللي هو هيدعم لازم يفهم كده أن إنت تستحمل أن أنت لا ما تنتظرش مني حاجة للأمم الأفريقية لازم الناسbod لتستوعب الكلام ده كله وليازم كمان يا أحمد حشيش أنا أضع له عندنا لثة بطولات بطولة العربية لازم كمان يعني آخذه نأخذ بطولة العربي عندنا بعد البطولة العربية عندنا الكاسر الأم أفريقية لازم دي نافس على الكاسر أم أفريقية بعد هيا لدينا الإجساء العالم يجري edition معدي rigor أكتب وقال ده كمان أنا لازم يبقى هو شخصيا عارف إن أنا هيبقى فيه محاسبة مش حاسبك بعد كمان الاربع سنين يعني أكيد خلال الاربع سنين دول فيه وقفات لازم تتطور مش أنا هشوف مفيش حاجة مفيش حاجة بعدين أقول لأ نستنى لا ده أنا أول باول أديك مثلا فترة يعني بقى فيه حاجة كده زي أهداف مرحلية طبعا مرحلة مرتبطة بنجموعة أهداف أقايم وقايم وأقول له وعد المعالي لأن طالما فيه لعيبة كرة وفيه ناس بتفهم في الاتحاد وناس اللي مسك الملف ده لازم هتقيم وتحازن وبعدين كمان يحمد حشيش عازة طم من يحمد شعب مصري لازم يبقى البرنامج قدام المشروع قدام المدة أربع سنين زي ما حشيش بدأ كدامه كده السنة الأولى هعمل إيه السنة الثانية هستعين ببعض العيبة في المنتخب اللومبي السنة الثالثة هواحد طريقة اللعب بالنسبة للمنتخباتك كل الراجل المدير الفني اللي تحتي هتعامل معه زي نهار ده حتى على فكرة تواصلت مع مع سوارش في الأهلي تواصلت مع فريد رفز زي مالك قالك لأ لسه ما تواصلتش بس هتواصل مع كل المديرين الفانديين في الدولة المصر أعايز أقول لك كلمة أخيرة لأن ممكن يا حمد ما يبقاش فيه نتائج زي ما أنت عايز بس تحس أن فيه شغلة عمل فيه شكل عمل فيه توضيب لمنتخبات فيه شكل المنتخبات فيه شكل ابتدى للمنتخب نفسه هو ده اللي أهم يعني أنت أصلا أنت ممكن تعمل كل حاجة وابقى فيه مشروع ويجي على آخر ماتش كرة من لعيب تطلعك برة تاني يعني أنت فاهم زي زي ما كان هيحصل مع كيروش أن أنت كان ممكن دلوقتي زماننا بنستنى أن احنا داخلين كاس عالم من كرة واحدة ما كانش فيه بقى لمشروع ولا فيه قصص والدنيا كنتمشي فأنا عايز أقول لك أن هو الشغل نفسه هو اللي لازم يتقايم والناس تحس أن فيه شغل بتعامل وحيبان في الفترة اللي جاية حيبان بصبته في الفترة اللي جاية دلوقتي علم التدريب الحديث بيقول يا يا أحمد أننا مش هستنى بقى فترة إعداد مش هستنى 6-7-8 مباريات يعني هو عنده مطشين في تسعة والدوري بيخلص في أول تسعة تقريباً لعبة تقريباً طلعها هتكون يعني خلصانة هتكون خلصانة ومعندوش وقت ليشتغل ولا يوصل بصمة ولا يوصل فكر ولا يحط طريقة يعني برضو هو أنا كنت بقول وأنا بقدم المؤتمر بتاعه الرجل هيدفع جزء من فاتورة العك اللي حصل بقى له 3 سنين ده بالزبط أكيد أكيد هيتصدم حاجات كتيرة فربنا يسطر طيب ندخل في مطشنا بكرة إن شاء الله خليني أخد العنوين مطش بكرة 50-50 ولا شايفين في كفة أتقل من كفة كابتن ماهر يعني أنا 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 بكرة إحساسي كده إن شاء الله بزد الله رب عمين إن إحنا صعب جداً يا أحمد هنلعب بوحشة المباراة اللي فاتت يعني المباراة اللي فاتت دي مباراة في النسيان زي ما نقوله بصراحة يعني يعني خارج نطاق الخدمة بالنسبة لنا كإدارة فنية كلعيبة لعبتي من نادي الأهلي حاسة برضا بجمهيرها الفاتر اللي فاتت جمهيري نادي الأهلي يعني زعلانا وغطبانا ومن حقهم وإحنا قلنا كلام ده كذا مرة قلنا من حق جمهير نادي الأهلي بالضبط لما بيلومك أو بيزعل منك فأنت لازم تتقبل وأنا شاف أن اللعيبة الفاتر اللي فاتت بتتقبل نقد بنسبة لجمهير نادي الأهلي أكتر نسمة دايقة من المطش الأخراني دي اللعيبة نفسها يعني أكيد اللعيبة بينها وبن بعضها طلع يعني بالضبط الفترة اللي خدمت الراجل اللي كان فيه وقت كويس أو خمس يام لكن طبعا بعد المباراة اللي فاتت الوقت برضا قليل الراجل يحط إيده الراجل يحط إيده على أجزاء كثيرة جدا من السلبيات اللي موجودة بالنسبة للجانب الدفاعي وبنسبة للسلبيات اللي موجودة في الجانب النجومي يعني ممكن أنا كنت مع اسلام الشاطر وكنت حيش كان موجود معنا قلنا لازم الراجل يحط إيده لازم الراجل يحط إيده علم التدريب الحديث بيقول إن أنا ممكن أخذ من الوحدة التدريبية عشر دقايق أصلح فيها الأخطاء الدفاعية في الوقفة في الميلان فردية ثم جامعية عشر دقايق حضرتك الجونين اللي دخلوا فينا أخطاء دفاعية بالزبط يعني بالزبط وطبعا أي هدف في الدنيا أخطاء دفاعية بس خطأ عن خطأ بيفرق لكن كانوا خضائين يعني سازجين إلى حد ما وكان واضح يحمد إنه هو بيبدأ إداوين الكرام ده يعني يبدأ يسجل الكرام ده وغبالك ويبدأ طبعا مع الجهاز الفني يبدأ يشتغل عليها بشكل كبير الجزء الثاني اتكلم على دوافع النادي الأهلي يعني المبرارة اللي احنا كسبناها كان فيه دوافع بين قوي شخصية النادي الأهلي كان بين تتكلم على ماتش الفيوتشر كبير الفيوتشر الماتش اللي فات بتعبير هو حتى تفاجئ فين الدوافع فين الشخصية إيه اللي جرى حتى الحاجات اللي عالجناها الحاجات اللي اشتغلنا عليها محسناش بيها فالأيام ديت هو بيتكلم مع اللعيبة على إن إحنا لازم نستوعب الدرس لازم نرجع تاني الجانب النفسي طبعا مهم جدا بوجود كابتل محمد الخطيب كمان مساند للجهاز وكابتل الخطيب لما قاعد معه اداره الثقة دي قال له احنا في ظهرك ومساندينك واشتغل ما تقلقش وإن شاء الله النتائج حتيجي خلال الفتر اللي جاي الرجل اشتغل بنان على الثقة دي طبعا مع اللعيبة وجاذب الفني واضح أنه يعني نبز اللعيبة والرغم العين الحمراء بشكل 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 كبير من البداية وطلب منه من المباراة دي إن شاء الله بالنسبانا مباراة مصرية محتاجين نحن نكسبها عشان ناخد بطولة بطولة تدينا ثقة إن شاء الله ليه بطولة الدوري إن شاء الله بإذن الله أعتقد نعم مباراة مؤثرة مش بس في حسم لقب الكس كابتن حشيش لكن فيما بعد لأنه يعني أعتقد أنه أي هزة بتحصل في مواطشة أهلي وزمالك لأي فريق بتأثر بشكل ما على على الفريق الخسران فيما بعد يعني نتمنى أن يكون الزمالك طبعا بص أبو حميد أنا هتجاوب على السؤال اللي أنت سألته لكابتن مهر 50-50 أنا بالنسبة لي في أي مباراة بين أهلي وزمالك كانت كاس دوري 50-50 وغض النظر عن ظروف الفرقتين قبل أو أهمية المتش أو المتش عادي هي 50-50 المباراة القادمة بتاعت بكرة مباراة مهمة جدا جدا للعيبة دي يعني هي طبعا مهمة طبعا النادي الأهلي وكل حاجة بس مهمة لعيبة النادي الأهلي لأن الجماهير زعلانة من اللعيبة زعلانة من اللعيبة مش عشان النتائج زعلانة من اللعيبة على الأداء لا بس سيبك كمان من زعلانة جماهير كابتن حشيش يعني بعد ماتش ده وكأن في حاملة موجهة استهدفت كتير من أسماء لعيبة النادي الأهلي الكبار شناوي معلول سلية بالاسم كده طبعا في ناس بتستغل بتستغل دايما الظروف دي ما هو دايما أعداء النادي الأهلي هيحاربك إيه في المواقف اللي زيدي المواقف اللي بالنادي الأهلي بيخصر فيها النادي الأهلي بيحصل حاجة بيحصل الرياضة الرياضة يعني اللي أنا عرفه يعني أو فكرتي إن فاش حداوة فيها منافسة والمنافسة لازم تبقى في إطار منافسة شريفة للأسف عشان نكون عمليين ما بقتش كده دلوقتي على السوشيال ميديا لأن السوشيال ميديا دي ملهاش رابط ولا كنترول في أي حاجة الولد الصغير بيكتب الجاهل مش عارب بيعمل يعني نوعيات كثيرة جدا ما تقدرش تثبت عايزة أخد رأيكو في مواجهة كمان فرنية بين سوارش ثانية واحدة هسمع منك كابتن حشيش وعايزة أخد رأيك في مواجهة سوارش وفرنية برضو بس هتسمحونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا بعض الفاصل تفوق كاسح للأهلي في يوليو بس من باب التفاقل مش أكتر من كده شهر يوليو دايما الحقيقة كان بيحمل للنادي الأهلي زكريات سعيدة جدا في مواجهاته مع الزمالك كنا بنتكلم على الزكريات وبنستعيد زكريات مطشط الأهلي والزمالك بس هقف مع كابتن حشيش يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة 50-50 ومين كفته ممكن يبقى أرجح وكان بيقول إنه مواجهات الأهلي والزمالك بصرف النظر عن مقدماتها احتمالاتها دايما هي 50-50 بصرف النظر عن حالة الفرقتين صحي ده كلام مظبوط لأن مباراة الأهلي والزمالك بيبقى فيه التحدي بالنسبة للاتنين قطباء الكرة المصرية الدوافع والحوافز الكبيرة بغض النظر عن أهمية المباراة الدوافع المكسب نفسها في حد ذاتها أكبر بكثير من أي ماتش تادي تقولي بنستنى المباراة دي يعني لا تريد أنك بنستنى المباراة دي من السيزن للسيزن يعني أنت ممكن فيه لغاية النهاردة الناس القديمة في مواجهات أهلي وزمالك مثلا بتفتكر لكابتن ماهر كورا مثلا طلعها كذا أنا كورا مثلا عملتها كذا ترئيصة مش عارفة لغاية النهاردة كورا ترئيصة مش هدف مثلا خلص بي ماتش فعايز أقولك أن ماتش بكرا ماتش مهم جدا جدا التسيط زي إحنا كنا بنعتبر برضو كابتن ماهر معايا هو ماتشات إفريقيا اللي كان بتبع الأضواء كان بتبع ماتشات تسيط برضو يعني فعايز أقول الماتش بكرا ماتش بتاع اللعيبة يعني بالذات لعيبة النادي الأهلي مش محتاجين أن مدرب بقاله 20 يوم لسه موجود يكلمهم عن أهمية المباراة بكرا بغض النظر أنها بطولة في حد ذاتها بطولة من البطولات اللي موجودة أو اللي فضلها السنة دي مكسب يعيد السخة في حاجات كثيرة جدا جدا يبقى دافع معاك ومع لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله لتكملة بطولة الدوري فاللعيبة لازم يبقى لها دور كبير أول خصوصا اللعيبة الكبيرة اللعيبة الكبيرة أصحاب الخبرات لازم يلموا اللعيبة الصغيرة الطريقة يا كابتن ماهر أربعة وثنين ثلاثة واحدة ما صوتش الطريقة أيا كانت هي طريقة أو كلام على الورق التنفيذ بتاع اللعيبة نفس الطريقة في ماتس فيوتشر هي نفس الطريقة في ماتس بيرمتس بس التنفيذ والواجبات والحالة والتركيز هنا كان حاجة اللعيبة لازم تسمع الكلام وتسمع عندها التزام تكتيكي بالراجل الكلام اللي هيقوله إنما في حاجات في الملعب يا كابتن ماهر المدرب ما بيقولهاش الضبط المرونة التكتيكية كورة عند كابتن ماهر وحاس إن الكابتن ماهر مثلا ممكن حد يعد منه ودي ما كانتش بتحصل يعني يعد منه لازم أنا أعمل حسابي حتى ولا إنها مش المهام بتاعتي إن أنا لازم أغطي منه عشان أغطي عليه هو ده الحماس هو ده القلب لأن الكابتن ماهر هيردها لي في اللي بعدها لازم الخطوط تبقى قريبا من بعض لازم الكلام يبقى كتير في الملعب لازم النادي الأهلي كمان ودي حاجة مهمة أخيرة مش أدخل في تفاصيل يعني فنية يخلص بالذات الماتش بكرة من بدري يستغل الضغط والحماس والقتال اللي حنشوفه من البداية من لعبة الأهلي من البداية لأن تطويل الوقت بكرة مع الحالة البدانية والإرهاق اللي فيه لعبة النادي الأهلي مش هتبقى كويسة وخصوصا ده ماتش كاس يعني تحمل هو خياني أقول أن الفرقتين بيعانوا تقريبا يعني ظروف متشابهة لحد كبير فيه جهاء جهاد فيه غيابات كتيرة جدا مؤثرة الكلام ده زي ما بينطبق على الأهلي بينطبق على أساق شكل كبير جدا على الزمالك من المهاجم اللي عمل له حساب أو تعمل له حساب لو أنت بكر في ملعب كابتن ماه في نادي الزمالك أنا عايز أتكلم بس على موضوع الجهاد إحنا أكتر ياحمد لو أنت بسيط على النجوم اللي ذكره ما محشيش اللي هم الكبار هتلاقي الشيناوي مثلا ستين سبعين مباراة خلال الفترة اللي فاتت ديت معلول نفس الكلام سولية حمد فاتحي أفشا أفشا بصراحة يعني شريف فإحنا عندنا إجهاد أزياد سألت أزياد بس أنا مش بقيس على بس عدد المطسط اللي تلعبت أنا بقيس على الحالة اللي شفتها من الفرقتين في آخر مطشط يعني أنا حاسس في مطش الزمالك والمحلة أنه الزمالك تقريبا ما كانش موجود يعني فرقة الزمالك وإن كانت قدرت تحسن مبارا لكن في النهاية بدنيا لأ المحلة أرهاقت الزمالك وتعبته جدا ووصلت كتير جدا يعني ما كانتهم موفقة ممكن أو كان عواد متقلق ممكن لكن في النهاية إجمالا لأ فرقة الزمالك ما كانت شعفة على رجلها وده يمكن تكرر في مطش من أوليه حاجة هم أكثر كمان يحمل مننا لأنهما خرجوا من بطولة أفريقية إحنا كملنا المشوار لعبة المنتخب نفس الكلام كملت يعني دي تالس سنة للعبتنا فأنا أنا بني بني لك مشفق على لعبتنا بشكل كبير بس في زي ما حاجيش قال في ركائز في تركيز مهم جدا جدا نحنا نركز في خلال التسعين دقيقة كل اللي حيتقال في الخطوط العريضة بالنسبة للخطة وبالنسبة لطريقة اللعبة مهم جدا اللعيب يركز من الشقين الشق الدفاعي إزاي لما كرة قطع مني أرجع أدافع خطوطي الثلاثة قريبة من بعض وشافوا كرة عشان أستقلص ولما أستقلص إزاي أطلع بالجمل التبتيكية اللي أنا متعود عليها ياما من الأطراف ياما من عمج ياما قورة سابتة ياما قورة عكسية يعني عايز أقول لك حاجة أحمد من ضمن الجمل في المباراة طبعا اللي أتمنى إن شاء الله بيزاني تكون أفضل من مباراة اللي فاتت اللي خارجت 2-2 اللي في مباراة الدور الأولين سني أمصان وفرير بالزبط من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي حنا نروح للخمسة ثلاثة أحلى أو خمسة ثلاثة أحلى طبعا لأن كان واضح إن في تركيز ما حاش قال في الربع ساعة الأولى الضغط على الزمالك كان واضح أوي وسيطرة الحاجات الثانية الجميلة الحاجات اللي كانت بتعمل البينية اللي هي من الخلف من رامي وورا الثلاثة المدافعين في السكة الفاضية وورا البكين بتوع الزمالك مستلت خطورة جدا مرة المعلول مرة الشريف مرة الحسين الشحات يعني في حاجات نقدر لعبتنا وده كان سؤالي لكم قبل الفاصل يعني كنت بقول لحضراتكم أنه الأهلي السيزن ده الأهلي والزمالك كانوا يعني أو بالمواجهة الثالثة بتاعت بكرة تلات مواجهات استثنائية يمكن محصلتش في التاريخ الأول كان دور الأول خمسة ثلاثة كان موسيماني في مواجهة كارتيرون الدور الثاني كان سامي عمصان في مواجهة فرير بكرة سوارش في مواجهة فرير وده كان سؤالي ورؤيتكم للمديرين الفنيين وفكرهم في المباراة دي وخصوصا أنه فريرة أهلي وزمالك مش جديدة عليه وقاري فرقة الأهلي بشكل كبير جدا سوارش اللي يمكن بيكون داخل بخطة شوية في قمة هو يمكن مش مدرك قوي عارف طبعا أهلي وزمالك يعني إيه وعارف إن المنافسة بينهم لكن بالنسبة له أول مرة سنقول قمة يعني خلينا نقول كده ولسه برضو ما قدرش يفهم أو يهدم شكل الكرة في مصر حساسية اللقاء بين الأهلي والزمالك فهل ده ممكن يكون مؤثر وهل تتوقع في مواجهة بكرة تحديدا وخصوصا بعد العرض الكويس الذي أقدمه الأهلي مع سامي عمصان أنه كابتن سامي عمصان يكون له دور بكرة زيادة شوية في موارات القمة هو لازم يكون له دور يعني لازم يكون له دور كبير جدا جدا لأن زي ما أنت بتقول ولخصت الكلام ما بين فريرا وسوارش أن ده راجل عارف الفرقة كويس أو عارف طبيعة ماتشاة أهلي وزمالك قبل كده له تجارب في أهلي وزمالك وعارف لعب مع الفريرا أهلي وعارف حتى الفترة الأخيرة المدة بتاعته أكبر بكتير من مدة بتاعت الراجل اللي اللي لسه بيتحسس أسماء اللعيبة بتاعت النادي الأهلي يعني يمكن فيه لعيبة موجودة في النادي الأهلي الراجل لسه معرفش أنه هو لما يبقى ناحية الشمال أحسن ولا ناحية اليمين لو لها بتاعت شوية يعني لسه ما شافش الكلام ده كله تقصد حد محدد بالكلام ده ممكن أقولك مثلا طبعا هنتكلم يعني فعشان كده يعني ده تأكيد لكلامي اللي أنا قلته اللي هو القصة بكرة بتاعت لعيبة لعيبة عارفة قيمة مبارات أهلي وزمالك ولازم ناس كتيرة تعرف الموضوع ده ولعيبة كرة تعرفوا الكلام ده على تاريخ أهلي وزمالك يا كابتن مهر أن دايما الزمالك بغض النظر أن فيه غيابات في الأهلي ما فيش غيابات أن الأهلي أحسن أن الزمالك أحسن لعيبة الزمالك بتنزل ماتشاوط أهلي وزمالك دايما مضغوطة وهي المستنية الفعل في جميع المباريات دايما مستنية الكلام ده ودايما الأهلي هو اللي بيبقى ضاغط يعني المبادرة دايما تقصد من النادي الأهلي طول عمرها تحت أي ظرف من الظروف فأنت لازم تستغل ده دي ممكن تكون حاجة نفسية جوه لعيبة نادي الزمالك عبر التاريخ أي يعني يعني أنا عايز أقول لك حشيش البنان على كرام حشي أحمد إحنا عدنا أنا حطاش أستنى عدتهم على الفرق الأول إحنا كنا بنكسب نادي الزمالك فأول ربع ساعة من البداية يعني أول ربع ساعة بينتين مباراة أو تلت ساعة بينتين مباراة بجلوة تاني مش بجلوة واحد واستنى لا بجلوة تاني قعدنا أكثر من عشر سنين كتا فأزا ما حشيش بيقول ده طوارس أجيال يعني تفضل حشي أنت عارف يا أحمد كمان هقول لك كابت مبار حاجة حتى بتبان في التسخين يعني طول عمرنا أستاذ القاهرة بزرط قد الزمالك ناحت المين وإحنا ناحت الشمال إما الباب يتفتح بتاع قد الزمالك نادي الأهلي بتلاقي ناس طلعة زي الطلقة أسودة طلعة من الحص نادي الزمالك تلاقي واحد بيطلع أثناء التسخين احنا كلنا مش بصين على ناس زمالك وبسخن احنا بنسخن وبنتحرك هم تلاقي متركزين ميل هيلعب ميل يعني تفهم ازاي فهي حاجة نفسية دي موجودة ومتورصة بين الأجيال النتائج كمان لصالح طبعا النادي الأهلي عبر التاريخ بفرق كبير تفوق ده فرقصة دي كلها لازم أنا كلعيب في الملعب لازم أستغلها حتى لو أننا حالتي قبل المطش ده ممكن تكون أقل شوية ممكن يكون عندي مفيش سبات في المستوى الفني عند لعبة النادي الأهلي الفترة دي مظبوط غير مثلا ناتزة مالك فيه سبات في المستوى البعض اللعيبة شوية فأنا لازم أستغل ده لأن المنافسة مش منافسة كورة وجري وبدني وفني لا نفسي كمان انت بتلاعب الرجل اللي قدامك بكل الأسلحة بتاعتك عندك سلاح قوي لازم تستغلهم من البداية هو الضغط العالي من الأول خالص يفرق مع النادي الأهلي قوي انك تجيب جون يا كابت الماير في البداية خلينا نتكلم في الحاجات دي بقى حاببا جدا ندخل في التفاصيل أنا عايز أقول لحك يا أحمد حاج جمان تكملة الكلام محشيش الجانب الإداري السائل عبد الحفيز والجانب الفني زم أنت قلت سامي أمصان خد بالك تعبنين جدا الفترة اللي فاتت دي محضرين للراجل خريطة بأسماء اللعيبة بأماكنهم بالجواكر يدخل بأسرع شكل جواكر ممكن الراجل يلعب في المكان ده ممكن الراجل يلعب في المكان ده لحصل إصابة ممكن نعمل إيه ممكن نرجع مين ممكن نطلع مين كل الجانب دي لسه الراجل ما أراش إمكانيات اللعيات شكل كامل يعني 20 يوم زي ما أنت قلت لسه الراجل ما أراش وخصوصا إنه حتى لو هو عند قدرة الإراية اللعيبة كمان مش قادر تطلع إمكانياتها بشكل كامل لكن يا أحمد فنيا بقى زي ما قلت لك هو حط إيده تمام فنيا بمعنى أنه هو كل عشر دقائق في واحدة التدريبية بيعالج الأخطاء الدفاعية وخبالك وبيعالج الأخطاء الهجومية وده باين قوي أنه هو حط إيده وزي ما قلت لك لأنه هو مش حيستنى لأنه برضك الجانب الفني يهمه هو فمحدش حيديره ومحدش حيشكله غيره فالراجل الناس كانت تقول لك إيه أصد تلات يام استشفى صعب جدا كابتن الراجل يحط إيده فنيا لأ دلوقتي يقدر يحط إيده فنيا لأنه ما فيش وقت وده بيفرم على الفرقة قد بالك إن شاء الله يعني ربنا يكرمنا المباراة اللي جاية اتفرج بقى على النادي الأهل بعد كده وانطلقاته إن شاء الله لازم كمان يا أحمد يستغله بكرة ولازم يعني حد يتكلم مع الراجل جامد قوي ما يقلقش من الزق بالناشئين في أوقات معينة ممكن ما ابتديش بيهم بس لازم أدي أستغل حماس اللعبة الصغيرة اللي هي عايزة تلعب أهلي وزمالك عايزة تموت نفسها مش هتخاف لما تترقص ترقصها دي هتقوم تاني وتعمل تاكلينغ غير اللعيبة الكبيرة اللي بيعمل حسابه هو في لعيبة كبيرة كمان مش بس لعيبة صغيرة أعتقد أنها كتنة يعني مستنية فرصة بالزبط يعني كنا بنتكلم في أول السيزن إنه في صراع شارس بين كل اللعيبة على إنه مين يلعب ويحجز مكانه أساسي نهار دا الخيارات بقت متاحة فالفرصة موجودة قدامك في عدد كبير كبير وصغير يقدم نفسه للجمهور ويمكن الصغير قبعا أكتر يا أحمد ليه بقى لأنك أنت عندها غيابات النهار دا حسن أن إنشاءات مش بوجود طاهر احتمال بردك وجوده لا طاهر بردك حسابه فأنت النهار دا عندك عندك جناحين كنت بتعتمد عليهم كنت بتعتمد عليهم في زياد ما شاء الله نحن في العيبة تقريبا يعني صبات موسم كانت يعني عمروا أكرم وحسين طبعا الموسم حمد متولي يعني فترة كبيرة وبعدين يرجع وبعدين يعد لازم برضو دي علامة استفان برضو يتشاف لها حل بعد كده برضو لأن انت النادي الأهلي بطولات كتير ولازم يبقى اللعيبة كلها لازم تستفيد من اللعيبة كلها طيب عايز أخش في المواطن الخطورة إزاي أن نوقف وأغلب الناس اللي بسمحهم يعني أنا بتابع طبعا مختلف الأراء والتحليل المباراة من وجهة نظر كذا حد كل الناس تقديمًا منتفع أنه زمالي قوته بتختزل في اتنين جناحين بتو بالزبط من وجهة نظركم إزاي الأهلي يوقف المفتاحين دول على وجهة تحديد وحنا اتكلمنا في الأول يحمد قند للتزام للتزام في الجانب الدفاعي هل ده معناه أنه تكلفات زيادة مثلا لزاهراء الجنب في الأهلي سواء كريم فؤاد وعلي معلول أو هاني لو أنه هاني فيه احتمال لغاية دلوقتي أنه يبدأ لو هاني بدأ أو علي معلول حيبقى من قدام الأول من قدام الأول يعني الجانب الدفاعي بيبدأ من الخط الأمامي مش الخط الخلفي تمام الخط الأمامي بعدما القرى بتتقطع إذا كنا هنلعب نص ملعبنا يبقى أنا بنزل نص ملعبي وبقى شايف أطراف نادي الزمالك خلاص ده رقم واحد رقم اتنين البكين اللي عندي إذا كان هاني ومعلول شايفين بن شرقي وشايف أزيزو مهم جدا ما بقاش سرقني يعني ما بقاش علي معلول بيهاجم ياحمد واخبالك فكورة طبعا في الشريحة بتاعته بيهاجم فأوردي حيضطر يسيب أزيزو فترات أزيزو ممكن بيزل معاه وفترات بيبدأ يقولك أستنى تقطع أستنى في ظهره فالجزء التالي المكمل في الجانب الدفاعي سيبقى على نص الملعب اللي هو إذا كان بقى سلية حمد فتحي إذا كان ديانج ليه دور مهم جدا عشان يقدر يصلح الصغرة اللي ممكن تعمل لنا هل ممكن الرجل يراهم بكرة على 4-3-3 هل ممكن نشوف مثلا في مطش الزماني بكرة الثلاثة السلية وديانج وحمد من البداية يعني أنا مفتكرش يا أحمد تغيير الطريقة محتاجة زي ما قلت لك وقت محتاجة توقف محتاجة عشرة أيام لكن الطريقة اللي احنا بدأ بيها هو لازم هو مقبر وغزبا عنه لأن كل 3 أيام 4-2-3-1 هذه الطريقة اللي احنا بنتقنها مع مستر مسماني بأن سنة يمكن 4-10 أو 15 شهور ونجحنا فيها بشكل كبير جدا حينا مع بطولات كتيرة فريرة بكرة يلجأ لـ 3-4-3 ومن وجهة نظرك وأنا أعتقد أنه الزمالك بيعاني دفاعين بشكل كبير جدا فيه سهولة في الوصول لمرمى الزمالك يمكن عواد الحقيقة فرمة عالية جدا للفترة الأخيرة وبيقدم مستويات رائعة لكن في النهاية خط دفاع الزمالك أو بداية من خط نص الزمالك لا فيه معاناة وفيه سهولة فإن كنت تختارق الرجل طبعا مدرب كويس بتاع نادي الزمالك زكي عارف أن النادي الأهلي هو مش هبص للمستويات الأخيرة هو بيلاعب النادي الأهلي نادي الأهلي بيلاعب في التوب فورم بتاعه عارف ضغط النادي الأهلي وعارف إمكانيات لعبة النادي الأهلي وعارف السرعة وعارف الجماعية عنده عناصر جديدة ما عندهش خبرات في المساكين بتوقع النادي الزمالك فممكن يأمن دلوقتي ليه يأمن دلوقتي ورده لأنه عند النادي الزمالك برضه جزء مهم وهو الأخطر هو أنه عنده لعبة عندها قدرات عالية في الناحة الهجومية وعندها حلول يعني بتقدر تلاقي حلول عند لعبة النادي الزمالك وبتحتاج مساحات فممكن يبقى عامل مش تكتل دفاعي بس تأمين الدفاعي شوية وبيلعب على الكورة طويلة لأنه عنده ناس تقدر بتكمل من نص الملعب وراء الفراودة جا ما تبدأش ضغط من فوق زي ما عمل في ماتش فيوتشر والزمالك ما أعتقدش مع النادي الأهلي هيعمل كده ما أعتقدش إنما النادي الأهلي المفروض يعمل كده مع ناد زمالك للكلام اللي قلناه قبل كده في حاجة بالنسبة لقتل مفاتيح ناد زمالك وهي المتمثلة في بن شارقي وزيزو حاجة من الاثنين في الدفاع ويمكن الكابتن من ناهر طبعا عارف القصة دي ما كل عيب يحمد على مستوى عالي وعنده مهارات عالية حاجة من الاثنين يا إما أنا ما خليش الكرة توصله لأنه حطها تحت رجله وبالذات بن شارقي إذا ما حطوا كرة تحت رجله وبيعدي لو جات له يبقى أنا عامل حسابي إنه دايما أقرب حد ليا لازم يميل علي على طول ودي متمثلة في الاثنين الدفندرات بالنسبة للأطراف أو المساك اللي ناحيته كرة اللي ناحيته كرة لازم عبد الملعم مع كريم لازم لازم وأيمن مع معا يا إما أقتل الخطورة قبل ما توصل لأنه وانسي نجاتلي فيه سرعات وفيه مهارات وفيه جارية بالكرة دي مصدر خطورة ناتزة مالك بقيت الفريق الفريق عادي يعني اللعبة بالطرع العادية إنما الاثنين دولة لو تقتلت خطورتهم كذلك برضو شيكابالا لو نزل لأن الراجل دايما دلوقتي بيسيبوا كرت تغيير 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 شغط التاني برضو لازم من البداء ما وصلوش بالكورة كمانا حجيش بالنسبة للشيكابالا يا أحمد تمالي لو استلم ما تدخلوش لجوة يعني لازم أضغط عليه يضطع لبرة أو لو ما طلعش لبرة يبقى أنا أضغط عليه ما تدخلوش في المساحة ولو إنه كابتن مهار في الجنة التاني ماتش للمحلة عمل إنه داخل على جوه ورح تلع على برة ولعبها بالعرض يعني بداية كورة ما توصلش كورة ما توصلش وما استناش للآخر لازم أطلع قابل من قدام شوية بالظبط وفي نقطة كمان يا أحمد مهمة قوي هما في الشوت الأولاني كانوا بلعبوا بتلاتة مدفعين تلاتة أربعة تلاتة ودي بتمثل مشاكل في الأطراف مساحات كبيرة جدا في الناد الزمالك وإحنا كنا نقدر نقدر بس إحنا كنا مش مبخوتين في الفرص اللي ضعت في الشوت الأولاني إحنا كنا موقع نقدي على المباراة اللي 2-2 بصراحة يعني شريف واحدة أجمع وإحنا إحنا حسنا غالبا في أفضل أو أحساس اللي جايب من لعبة حسنا أنه المباراة مواجهة عائلتنا خلاص المباراة انتهت استغلينا هنسجل تاني استغلينا لحاجاتة بينات اللي هي العكسية جميلة قوي يعني من نهاني مثلا للناحية التانية وراء باك راية الزمالك لمعلول أو شريف بتحرك فيها والعكس صحيح معلول مثلا العكسية كان لحسن الشحان يعني نجحنا فيها بشكل كبير جدا وإخر حاجة خالص عايزة أقولها ودي مهمة جدا جدا ده ماتش كاس فالأخطاء الفردية يعني مش مسموح بيها فماتش أهل وزمالك لأن الضغط العصبي بالذات لما أي لعيب سواء نص ملعب مدافع بيغلط يا كابتن ماهر في المباراة دي بيبقى عارف إن الغلطة ما بتتنسيش فماتش أهل وزمالك فبقى الضغط العصبي عليه جامل بيفخد تركيزه بيفخد تركيزه شوية فاللعيبة اللي لاعبت كسع عارف وخدت تنين بطولة أفريقيا وخدت تنين سوفر أبتالي إنه درجة السبات المفعالي عندهم بقت بقت أنا عايزة أقول لك لا فيش حاجة تهزوا يعني أنا عايزة أكمل بس الحتة دي لأن دي هتزقيني أنا بتكلم الكلام ده عشان أوصل لحاجة معينة فاضل كابتن حشيش لعبة النادي الأهلي كلهم لعبة كويسة في عبد المنعم عنده حتة الفترة الأخيرة أنه يمسكه كرة زيادة شوية سنة كرة اللي بتتمسك زيادة أنت بتلعب دلوقتي نات زمالك أيها العيبة برضو عندها قدرات عالية وعندها خبرات إلعب السهل مكشات أهلي وزمالك بالتحديد إلعب السهل بالذات في الأول إلعب السهل لأن السهل ده هو أصعب حاجة صحيح إنك تلعب السهل لأن محدش برضو هيرحم حد في غلطة في كذا في كذا في مكشة أهلي وزمالك هي بتتبني بس على الثقافة للمدافعين ككل في حتة التلت الأمامي قدام الشناوي دي بيسموها بلغة الكرة حتة حمراء نار نار مولع تحت ضغط لازم شتت ما ديش فرصة للمهاجم إنه هو يضرط علي بالزبط الحاجة التانية بقى فكرة الحاجة لا يوجد حاجة جمهور يا كابتن ماهر أعصابنا بتتشد فيها جدا جدا أنا حاجة أطمن الجمهور إرجع كابتن الكلام الكابتن ماهر جوان النادي الأهل السنة اللي فاتت والسنة دي بيتيجي نتيجة مدافع باستخلص الكرة وعد هاجمة للفريق التاني ما بيطلعهاش قدام عايز برضو يحطها النص الملعب لواحد في رجله ضغط نقطة مهمة جدا في مركزين يمكن عليهم يعني ناس محترة فيهم شوية في مطش بكر عبدالقادر وشريف وحسام حسن شريف ولا حسن في مطش بكر مطش أهلي وزمالك راجل مقتنع جدا بحسام حسن شريف مهاجم عنده قدراته وبيتميز جدا عنده خبرة لقاءة القمة فمن وجهة نظركم سريعا جدا شريف يبدأ بكرة لحسام حسن وعبدالقادر رأيكم ايه في توظيفه في ناحية اليمين بعد ما كان نجح وعمل جبهة معلول يعني تعتبر راجل كوروش كان لعب في البطولة العربية لعب شريف ناحية الجناح وقد قررته بحكسية بيخش راس حربة تاني مع راس الحربة أنا أتمنى أن عبدالقادر وحسام وشريف يعني أتمنى السلاسي الأمامي ده يبقى شريف في اليمين وحسام راس حربة بالظبط وعبدالقادر جناح الشمال ويحصل طبعا فيه مرونة تكتيكية بالنسبة للتلاتة في تغير في لما تزايد وتحرقات مرة نشوف مثلا عبدالقادر ناحية الشمال شريف ناحية اليمين بس الكرة وعند عبدالقادر مهم جدا يا أحمد حيبقى حسام راس حربة وخضورتها وشريف راس حربة والعكس صحيح لو شريف وعبدالقادر يبقى راس حربة تلاتة بيخلط دي نجح فيها كروش بشكل كبير جدا أتمنى أتمنى أن احنا بكرة نشوف مستر كروش والشريف على فكرة بيجيد باللعبة بالنحيتين يمين والشمال يعني أغلب لعبة حتى بالشمال بيقدر ريعا فرلاب ناحية برضو يعني هي عدم المركزية في الحتة اللي قدام والتحرر لأن انت ممكن توصل في مرحلة من مراحل المتش أنك تتبقى مقفل كويس قوي قوي وتعتمد على كورة طويلة في المساحات الفاضية ثقاتنا في قدرات رجالتنا وفي إمكانياتهم بلا حدود وبصرف النظر عن كل المقدمات اللي سبق أو التباين في الأداء اللي سبق مباراة الأهلي والقمة عارفين والتاريخ علمنا أنه مواجهة الأهلي والزمالك ملهاش علاقة تماما بالمقدمات وبالنتائج نتمنى بكرة التوفيق يكون معنا ونتمنى بس أنه لعابتنا يقدموا أفضل ما عندهم وكلنا ثقة فيهم إن شاء الله أنهم يدروا يحرزوا لقب جديد هيضاف لخزاني الندي الأهلي وهيضاف لتاريخ الندي الأهلي وهيضاف أيضا لتاريخ واحد من الأجيال اللي بعتقدناها يعني بعتقد يعني أنه واحد من الأجيال التاريخية أو أنه هيتحسب في المستبع أنه واحد من أجيال التاريخية للندي الأهلي بشكر كابتن ماره همام بشكر كابتن محمد حشيش شرفته ونورته وإن شاء الله بإذن الله بعد المباراة نحتفل ونهني بعض إن شاء الله بتتويج الندي الأهلي ببطولة كاسمس وبشكر حضرتكم على المتابعة ودائما نتقابل على كل خير على شاشة الأهلي في السادس